السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا سمنا تكونوا بخير وعلى خير كنرحب بالناس اللي متابعيني وكنرحب بالناس الجذود شكرا لكم كاملين وشكرا على التعاليق الجميلة والمحفزة كيفما كتشوفوا الاقتراح دي اليوم هو وهد الفقسات الرائعين جوش كيلات اللي هما يعني غادي نقول لكم ماداق خيالي غادي تشوفوا يعني شنو هما النكهات اللي دخلت فيهم وهما را هم بينين يعني فيه الحار هذا كيجي من السمبل الحار والتاني يعني عنده النكهات أنا غادي نبدأ معاكم وانا كنشرح لكم شنو دخلت فيهم كيجي وماداق يعني مني كتدقوهم ما كيم كلكم شتقولوا شنو فيهم هاد الفقسات ولكن الماداق خيالي صراحة كيجي وروعة كيجي في الماداق ما كيتشافهوش ولكن الماداق كيجي زوين بالساف يعني كيف ما كنقولو الماداق كين سيك في الماداق غادي نشوفوا المكونات نقولوا بسم الله والله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بالنسبة لحلسة الأولى غا نحتاج 500 جرم ديالة دقيقة الفورس اللي غادير معاها نسكاس ديال العنباء ديالة الزيت العادية وغا ندير معاها معلقة كبيرة ديالة الزبدة النباتية غاديرهم يدوبوا غادير هنا معلقة معا مرش ديالة الملحة كنها درع لها معلقة كبيرة بعد ما دابت لي ديالة الزبدة في الزيت غادي نخويها وغا نبدأ نبسسها الدقيقة داروري هاد المرحلة هاد داروري غادينا نبسوها باش يعني داك الدقيقة كامل كيتلبس بدك الزبدة كي يجي يعني العجينة كتجي موحدة يعني مشي بلاصة فيها فيها لدم وبلاصة ما فيهاش مش كتجي يعني العجينة بخدومة مزيان غاديوز ناخد معلقة صغيرة ليلة الزيتر الزيتر متحول أنا ديما كيف ما كان قل لكم كان كنموج ده لاني كان سبق لي درت معاكم فيديو غادينا هنا البودرة ديالة الباصل او مسحوق الباصل إلا عندكم هكا بالعبار غاديروه معلقة صغيرة ديال البودرة ديالة الباصل ومعلقة صغيرة ديالة المطارت ووحد فرماجة فرماجة وحدة يعني يديرون فرمجة من ثلثة ولا مربعة اللي عندكم في الدار اللي بتواجد في الدار ما عندنش مشكل غندير بيضة غندير بيضة وغندير معلقة مع عمراش ديال الخميرة ديال الخبز نتمنى يكون كل شي واضح غندنخوي عليها شوية ديال المادة في وغنخدمها ما نخدماش بوحدها ضروري كانجر معها شوية ديال الفرس ديال الدقيق الفرس باش كانت تأكد بلينا ديال الخميرة كلها خدمتها صافي هنا غادي نبدا نجمع بالدقيق وما تنسوش كيف مشتو درت واحد نص داما ديال اللي بنا دوسها في الحكاكة درت غير نصيص ومنص الأخر غنخلي الحيثة تانية هاد المرحلة هذي أو تاني ضروري تديروها را مشي كانعلي كانالعجينة را شتوكي بحلة كانقطعها خسني تخدم كانديرو لها الطريقة وليغنديرو لها الطريقة تانية أنا غدي نوريها لكم في الحسة التانية هانتو بغي كاننخدمها هاكك بحل كانقطعها صافي وكانجمعها لعجينة كتبان مخدومة حاولوا ما تعلقوهاش كاندير 500 قرام وحد أخرى ديال الدقيق نفس الشي كانديرو معلقة مع مراج ديال الملحة كانحاول نفتتها باش إلا كانت شي كورا ولا شي حاجة كانت تفتت وكانضيف نفس المقدار ديال بالنسبة للليدام درت انسكاس ديال اللي عنبه بحل لول مع معلقة ديال الزبدة نباتية واخوتهم وبالسسم زيال عندك دقيق بحل كيف ما درت بحل لولا وكاندير هنا واحد المعلقة ديال صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا وكاندير معلقة ديال مطيشة ديال الحك صغيرة والحارة وهنا هذي بودرة ديال الشوارمة ومعلقة ديال المطارد نتمنى يكون كل شي واضح وكاندير ضمة نصف ضمة ديال البنة ودك الفرماجة كيف مشتم معلقة صغيرة ديال المطارد معلقة صغيرة ديال البابريكا معلقة صغيرة ديال مطيشة ديال الحك نصف ضمة ديال البنة فرماجة ودرت في الاول الملح ونسكس ديال الزيت مع معلقة ديال الزبدة ومعلقة مع مراش ديال الخميرة را دارو رياحتها هي غنديرها عنا خويتها دابا وغندير معها المدافي وحتى نخلطها عب نزيد هذيك البيضاء راشتوني ضفت بيضاء حتى نخلط مزيان هذيك الخميرة باش ما تبقاش يعني حبيبات ارا درت الخميرة العادية مش الخميرة حبيبات الخميرة ديال الخبز صافي وكن جمع بحال بحال اللي درت في الاولى كان نجمع بالمدافي كيف ما قلت لكم هذي طريقة ثانية كان نقسمها هكا لعلات لتصاد الحصص وكن مضان نخدمها بحال كان نقطع ذاك العجين نقطع هون عوض باش كيجي اللون ديالها موحد انتم كتشوفوا اللون رهبين مخدوم صافي كان ندير هكا كان دير حربول بحال هكا الحصص اللولى وغن مدان قطع هذي القياس هذي الحربول هذي خرج لي خمستاش ديال القطعات وانتم ما ديروا القياس اللي بغيتوا 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 يكونوا كبر شوية ديروا اقل انتم كتشوفوا المرة اللولى يلا الله كان نحاول العجين رهب خدوه ما كيف مشتوه ما كتعدبنيش انا الصراحة ضغية كيوجدو ضغية ضغية كان ناخد كل قطعه كان نحاولها كان نحرب لها ونحط سمحوا لي من اللي كان كان بغينا ننزل في اللاطة كان عاود هذيك اللولى كان اخد اللولى اللولى هي اللي كان اخدها ونحرب لها هنا صافي يعني كان نفينيها كان نقدها مزيلا ونحطها هكا في اللاطة يعني انتم باش كاديم قيادة بالنسبة للغلاد والارقاق يعني الاختيار لكم انا درتهم ارقاق كيعجبون يكونوا ارقاق باش مليك نقطعهم ميلين يلا كيجيهم هذو كميجيش كبار سافيو غادي ندخل هذي اللاطة هذي ديالي لفرار وغندوز للحسة الثانية اللي فيها الحار حتى هي غاندر لها نفس الطريقة هذو كدخلتهم مرة غي غادي ما غاديشي طيبو غي غاديشدو فراثهم ما غيبقوش هكا يلا قصناهم تهبئيها بتصبع نلا غاديشدو فراثهم مزيان وغادي نحيدهم انا فاش خرجتهم ما قطعتهم مش فبلاصة لينك يكونوا فتين عراهم هذ الفكار قصدت كيجيو رائعين وكيجو فتين بساف كيجيو زوينين والبنة ما نهضراش عليها البنة ممتازة كيف ما كتشوفو كندير نفس الطريقة كنحربل ونحط نحربل ونحط بسرعة يعني راهت ضغية ضغية غيرها غادي اطلقو يديكم فالطريقة هذي غادي اطولي يجيكم سالة كيف ما شتورني كنزربل وغادي نبدا من داك الحربول اللول هو اللي غادي نبدا منو لينك يكون طلق راسو وكان سافيو غادي نحطو في اللطة كيف ما درت المرة اللولة هنتم دبعو عمرت اللطة ديالي وغادي نطيب اللطة ديالي هذي الثانية بلا ميتبديل لون ميتبديلش اللون نهائي باش ميتتحرقش لينا ومني غادي نجبدو هذي نبدا نقطعو هانتم شوفوا اللون بقا هو هانتم يعني ما شيرا كان طيبو ولا شي حاجبش ميجينش قاسح صافيو كان دوز نقطع مني كان جي نقطع كان نبدا نقطعو هكا ميلين كيف مشتورا كيبان وهكا مجعبين ناجحين الصراحة كرانكم قد شوفو هانتم يعني غير مش شوفك يجيوناش حين هانتم را ما كنخليهم شي خمرو ولا شي حاجب غير في هاد الخدمة بحال هكا را كي كطلع فيهم ذاك الخميرة وكيجيوا يعني سافي يعني هذك القياس يلا خلينا مزيدو خمرو ما غايجيوناش زويني ومني نكونو كان نقطعو هم وغا تبدأ العجينة تتحش لينا راه السافيو انا ما خليت ومشو ذاك اللحظة اللي خدمت العجينة خليتها واحد ربعا ديال دقايق صافي باش ترتاح ليه باش نقدر ندير فيها هكا حريب لات صافيو كان سامر وانا كان نقطع بحال هكا حاولو تقطعو هم رقاق ومني دخلو هم للفران يعني واخد تخليو الفران هكا شوية مجهد ماشي مجهد بزاف ولكن شوية بالنسبة كنهضر على الفران ديال الغاز كتتخليو الفران شوية هكا يعني تقريبا بحال ديال الخمز كتنقصو شوية واللي عندو اللي غايدخلهم الفران ديال الدور هم عارفين كيفاش ينقصو شوية على الطريقة كيفاش يطيبو الخمز لانا بنسبة لحتى الفران ديال الغازرة كي اللي تقيل كي اللي ضغية كي طيب كتنقصو شوية باش كيتحمرو يعني غير شوية شوية هكا وكيجي اللون ديالهم زوين ما كيتحرقوش كيجي ولا تشكيل هذا نتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة